يقول بعض المصلين وللأسف ألاحظهم في الصلاة ما يحركون شفايفهم ويقولوا لا احنا نقرأ بقلوبنا أو شيء ما حكم صلاة هؤلاء أبو سليمان بارك الله فيك لا تصح قراءة ولا صلاة من لا يحرك شفتيه في الصلاة أو في القراءة ولذلك من قرأ القرآن ولم يحرك شفتيه ولا لسانه ما قرأ هذا يقال ينظر في القرآن ولا يقال يقرأ فالله جل وعلا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن والعرف واللغة لا يسمون المطبق شفتيه قارئا ما يسمون المطبق شفتيه قارئا يقول هذا ساكت ولذلك خطر على صلاة من صلى وهو مطبق شفتيه مطبق شفتيه ما يقرأ ما يحرك شفتيه يقول أقرأ بقلبي هذا ليست بقراءة وليست بصلاة فلذلك على الناس أن يتقوا الله للأسف كثير يعني جاءتنا أسئلة يقرؤون بأعينهم وفي الصلاة يقرؤون بقلوبهم ما صلى ما صلى إلا أن يكون خلف إمام وخلف الإمام أيضا هناك أركان يأتي بها أو إلا لا يعني الآن لو قال مثلا يكبر تكبيرة الإحرام صلى ما صلى ما صلى من عقدت صلاة لماذا؟ لأنه ما أتى بالركن ما أتى بالركن كذلك ليسلم يلتفت من دون كلام ما سلم ما صلى فنبهوا الناس بارك الله فيكم هذه مسؤولية إمة المساجد يلاحظون على جماعة المسجد وينبهونهم على بعض الأحكام ويرشدونهم إلى الخير ومشكور يا أبو سليمان على هذا السؤال وانقل هذا لجماعة مسجدك وللإمام أيضا ينبه الجماعة بارك الله فيك